خر عبدالله عراقي ولا يزال إلى حد هذه اللحظة اللي أنا أتحدث وياك العراق يستخدم الخر والبواخر تدخل للعراق ترفع علم عراقي ويصعد على الباخرة بايلت ومرشد هو بحري عراقي لكن إحنا أكو تنازلات حصلت في زمن النظام السابق الزمن النظام السابق أجبر على قرار 833 وأيضا حدث تنازلات في شط العرب لصالح إيران وحصل تنازلات في الأردن ومنطقة الحياة ولكن النظام ما بعد 2003 هو المسؤول عن تنازلات جديدة التنازلات الجديدة هي القبول في موقع ميناء مبارك الذي يخالف قانون البحار هذا تنازل جديد لا علاقة للنظام السابق فيه والتنازل الثاني هو اتفاقية خور عبد الله السيئة الصيد التي سميت شرعا قانونا البرلمان صوت عليها بأنها اتفاقية ذليلة يعني مذلة يعني البرلمان صوت على أنها مذلة وهذه سابقة لم تحدث في العالم لأنه عندما ذكر النائب جواد البزوني في محظر في مجلس النواب قال هذه اتفاقية مذلة تعرف كلام النائب يدون احد النواب اعترف قال يجب أن نشطب كلمة مذلة احنا شنون راح نصوت على اتفاقية مذلة صوت البرلمان هل توافقون نرفع كلمة مذلة صوت البرلمان لا نوافق بقاء كلمة مذلة فبقت كلمة مذلة وصفا للاتفاقية فانت بعد شنون تقول على هاي الاتفاقية بها ايجابية صحي اذا برلمان العراق صوت عليها بأنها مذلة صح فخور عبد الله اذا طبقت اتفاقية خور عبد الله اللي صوتوا عليها بألفين وثلاثة عشر اذا طبقت هذه الاتفاقية خور عبد الله راح يثير نصفة للكويت نعم طيب انا اردى اسأل بصراحة من هو اللي انطال الكويت يعني بصراحة يعني هل هو الدكتور حيضر العبادي هل هو السيد ابراهيم الجعفري هل هو الحاج هاد العامري ام وزير النقل الحالي المؤندس كاظم فنجان لو نرجع لي وراء بالتاريخ ونقول هل هو السيد نور المالكي ام السيد هو شير زيباري ام الحاج هاد العامري ايضا من كان وزير لو منو او السيد باقر جبر صولاق منو اللي انطل موافقة على هذا الشيء نعم اتفاقية خور عبدالله يتحملها بالجزء الكبير هو البرلمان السابق والحكومة السابقة اللي صوتوا عليها في عام 2013 هذه الاتفاقية جاءت بعد باشرة الكويت يوم 2 4 2011 بانشاء ميناء مبارك واعترض العراق اعترض وزارة النقل اعترضت ان موقع ميناء مبارك يخالف الى قانون البحار ويضرر العراق جغرافيا فما يحق للكويت حتى اذا احنا نرضخ الى الـ 833 ونقول هاي النصف كويتي وان الكويت انشئت الميناء في النصف التابع قانون البحار ما ينطيها الحق ليش لان العراق بلد متضرر جغرافيا وفق المادة 70 من قانون البحار الفقرة الثانية اللي تقول في البحارة المغلقة او الشبه المغلقة لا يحق لأي طرف ان يضرر الطرف الآخر جغرافيا لا يحق لأي طرف ان ينشئ اي منشئ يضرر الطرف الآخر جغرافيا